أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف الثامن من مدارس السابلة اليوم رح ندرس الوحدة رح نحل بعض التمرين والمسائل في كتاب العلوم بالوحدة السادسة الفصل الثاني رح نحل بعض التمرين على توصيل المقاومات على التوالي والتوازي رح نولش بأسئلة صفحة 76 بحكي للسؤال الأول احسب المقاومة المكافئة لكل من المجموعات التالية معطيني هون مجموعتين المجموعة الأولى بدي أشيك هل هي توصيل المقاومات التوالي أو توازي بلاي أن المقاومات جميعها تمر فيها نفس التيار وبالتالي توصيلها على التوالي بنفس الطريقة المجموعة با برضو بمر فيها نفس التيار وبالتالي التوصيل على التوالي للمجموعتين رح أطبق قانون التوصيل على التوالي اللي هي المقاومة المكافئة عبارة عن مجموعة المقاومات الموجودة في الدارة فبأول شكل رح أجمع المقاومات ف30 زائد 40 زائد 50 زائد 40 160 أوم المجموعة الثانية برضو رح أجمع 70 زائد 30 زائد 60 فبردو 160 أوم طيب هلأ السؤال الثاني بيحكي لي فسر في الدارة الموصولة على التوالي يلاحظ إذا أزيل مصباح واحد من هذه الدارة ستنطفع المصابيح الأخرى طبعا إحنا حكينا أنه التوصيل على التوالي بمر التيار نفسه في جميع المقاومات وبالتالي وفي جميع المصابيح إذا تم وصلها على التوالي وبالتالي إذا أزلنا واحد من المصابيح يعني بمعنى آخر الدارة صارت مفتوحة وبالتالي رح ينقطع التيار وبالتالي رح تنطفع جميع المصابيح طيب بيحكي لي إذا كانت قراءة الأميتر في الشكل الآتي تساوي 3 أمبير فأحسب قراءة الفولت ميتر هون معطيني قراءة الأميتر 3 أمبير ومعطيني المقاومات 4 و 6 أوم وبيطلب مني حساب الفولت ميتر طبعا عشان أقدر أحسب قيمة الفولت ميتر بمعنى آخر الجهد المفروض أني أطلع أول إشيء المقاومة المكافئة لا المقاومتين الموصلتين على التوالي ف4 زائد 6 أوم صار عندي مقاومة مكافئة وصار عندي تيار وحسب قانون أوم اللي هو ميم بتساوي تا على عفوا ميم بتساوي جيم على تا ومنها جيم بتساوي تا ضرب ميم فبالتالي الثلاثة اللي هو التيار وفي عشرة المقاومة مكافئة فبيطلع معاي الجهد 30 بولت طيب هلا بدنا نحل أسئلة التقويم والتأمل صفحة 81 السؤال الأول بيحكي لي أي الدارات الآتية لو تعطلة أحد مصابيحها فلن يؤثر ذلك على باقي المصابيح طيب معطيني ثلاث أشكال هون أو ثلاث دارات بدي أشوف مين من هاي الدارات إذا تعطل واحد من المصابيح ما رح يؤثر على المصابيح الآتي بمعنى آخر رح تضلها ضاوية هلا بشوف في المصابيح في الدارة ألف رح ألاقي إنه في عنا هون هدول المصابيحين على التوالي وأيضا هدول المصابيحين على التوالي فإذا انقطع هذا المصباح المصباح اللي هون رح ينطفئ وبالتالي هاي الدارة لو تعطل أحد مصابيحها رح يأثر على المصابيح الآخر هلا هاي الدارة اللي عنا هون جميع المصابيح موصولة على التوازي وإحنا اتفقنا إيصال المصابيح على التوازي إذا انطفق أحد المصابيح ما رح يأثر عنا على المصابيح الأخرى لأنه كل مصباح بيمشي فيه تيار مختلف فهاي الدارة صحيحة 100% بشيك احتفاظا على الدارة الثالثة بلا إنه عنا هون المصباح الموصول على التوالي وبالتالي إذا انطفق واحد فيهم رح ينطفق الثاني فبالتالي الجواب رح يكون بع طيب هلا السؤال الثاني بيحكي لي تضيء المصابيح في الدارة الموصولة على التوازي بشكل أقوى من مصابيح الدارة الموصولة على التوالي لماذا؟ طبعا إحنا اتفقنا إنه المصابيح إذا منوصلها على التوازي المقاومة المكافئة لإلهم رح تكون أقل من المصابيح إذا وصلناهم على التوالي وبالتالي شدة التيار رح تكون أكبر وبالتالي لأن المقاومة قلت وبالتالي رح ألاقي إنه المصابيح ضاءت بشكل أكبر فلأن المقاومة مكافئة لمجموعة المصابيح الموصولة على التوازي أقل وبالتالي يمر التيار بقيمة أعلى من مروره فيما لو كانت موصولة على التوازي بسؤالتنا بيحكي لي فسر توصل الأجهزة الكهربائية المنزلية على التوازي هلأ عنا سببين بيخليني أوصل الأجهزة الكهربائية على التوازي أول إشي أنه أنا بحتاج أنه كل الأجهزة الكهربائية يمر فيها جهد واحد وبالتالي بوصلها على التوازي على أساس أنه الجهد بيمر بجميع الأجهزة بيكون واحد ثاني إشي أنا إذا أطفقت واحد من الأجهزة الكهربائية ما بدي ينطفقوا جميع الأجهزة الأخرى فبالتالي بوصلهم على التوازي على أساس أضمن أنه إذا تم واحد من الأجهزة انفصل عن الدارة ما ينفصلوا جميع الأجهزة الأخرى فكل جهاز من الأجهزة يعمل على نفس فرق الجهد وهذا يوفره التوازي ويوفر التوازي إمكانية تشغيل كل جهاز بشكل مستقل عن الآخر بحيث إذا توقف أحدها عن العمل بسبب خلل فيه لا يمنع توصيل التوازي وصول التيار الكهربائي إلى باقي الأجهزة طيب هلأ أسئلة الفصل صفحة 84 السؤال الأول بيحكي لي فيه الشكل دارة كهربائية إذا كان جهد البطارية 16 فولت فإحسب هلأ هون معطيني الشكل الدارة البطارية عفوا مقدار الجهد اللي بتعطيه 16 فولت ومعطيني 3 مقاومات طبعا المقاومات موصلين على التوالي هاي التيار رح يمشي فيهم بنفس القيمة وبالتالي المقاومات موصلين على التوالي فأنا حددت أن المقاومات موصلين على التوالي وبالتالي هلأ بقدر أطبق قانون أو القوانين للمقاومة المكافئة للمقاومات الموصلة على التوالي طيب رح أحكي ورح بيطلب مني أحسب المقاومة الكلية في الدارة فرح أحكي المقاومة المكافئة عبارة عن مجموعة هاي المقاومات ف30 زائد 20 زائد 50 في 100 أوم بيحكي لي التيار الكهربائي في الدارة بده التيار احنا عنا المقاومة المكافئة 100 أوم وعنا فرق الجهد 16 فولت فحسب قانون أوم رح أحكي ميم هي عبارة عن جيم على تا ومنها تا هي عبارة عن جيم على ميم ف16 على 100 ف16 بالمية أمبر بالسؤال الثاني بيحكي لي في أي الحالتين ألف أمبالي المقاومات الوردة في الشكل تكون المقاومة المكافئة أكبر هاي الشكل ألف وهي الشكل با رح أحسب المقاومة المكافئة للشكل ألف والمقاومة المكافئة للشكل با طبعا الشكل ألف عندي مقاومتين على التوازي بعدين مقاومات على التوالي فرح أطلع المقاومة المكافئة للمقاومتين هون بعدين المقاومة المكافئة للمقاومات اللي بيتشكلوا عندي بنفس الطريقة با عندي مقاومتين على التوازي رح أحسب لهم مقاومة المكافئة بعدين بحسب المقاومة المكافئة لهم مع الأربعة أوم اللي هون طيب فرح أحكي المقاومة المكافئة للشكل ألف أول إشي رح أحكي واحد على المقاومة المكافئة يساوي واحد على أربعة زائد واحد على أربعة وتساوي اثنين أوم هلأ صار عندي الاثنين أوم هون بدل هدول التنتين صار عندي اثنين أوم مع الثلاثة أوم والثلاثة أوم اللي هون بحسب المقاومة الكافية لهم فبحسب بحكي تنين زائد ثلاث زائد ثلاث فتساوي ثمانية أوم بالنسبة للحالبة رح أحكي واحد على ميم المكافئة واحد على أربعة زائد واحد على أربعة وأيضا تساوي ثنين أوم فبدال هدول التنتين صار عندي مقاومة واحدة مقدارها ثنين أوم الثنين أوم مع الأربعة أوم رح أجمعهم لأنهم صاروا على التوالي وتساوي ستة أوم طيب هون ثمانية أوم وهون ستة أوم إذن في الحال ألف المقاومة كانت أكبر زي ما حسبناها طيب سؤال ثلاثة بيحكي لي فسر سبب إضاءة المصباح ألف أكبر من إضاءة المصباحين في بع طبعا هون عنا مصباح واحد بمعنى آخر مقاومة واحدة هون عنا مصباحين يعني مقاومتين موصلين على التوالي فبالتالي مقاومتهم رح تكون مجموعهم مجموع المقاومتين وبالتالي مقاومتهم أكبر من الحال ألف فبالتالي المصباح ألف رح يكون شدة إضاءته أكبر لأنه التيار المار فيه بيكون أكبر لأنه مقاومته أقل فبحكي فيه بقى توصيل المصباحين على التوالي يزيد من المقاومة الكلية في الدارة فيقل التيار المار في المصباحين بتقل شدة الإضاءة في كل منهما طيب في الشكل دارة كهربائية أدرس الشكل ثم أجب عن الأسئلة التي تليه هاي الشكل عندنا عندنا مصباحين هدول مصباحين موصولين على التوالي وعندنا هون بطارية بيحكي لي ما طريقة توصيل المصباحين واحد واثنين طبعا حكينا المصابيح واحد واثنين موصولين على التوالي فالجواب على التوالي السؤال رقم اثنين برضو لنفس الشكل بيحكي لي هل يمكن اطفاء المصباح واحد مع ابقاء المصباح اثنين مضاء لماذا طبعا احنا اتفقنا اذا وصلنا المصابيح على التوالي اذا بيمشي فيهم نفس التيار وبالتالي اذا تم اطفاء واحد من المصابيح اكيد المصباح الثاني رح ينطفئ فاكيد الجواب لا يمكن لان طريقة التوصيل على التوالي التي تجعل المصباحان يضاءان معا او يطفئان معا طب يحكي لي كيف يمكن ان ازيد من اضاءة المصابيح هلا كيف بقدر ازيد اضاءة المصابيح طبعا حسب قانون اوم زيادة التيار الكهربائي بيزيدلي من اضاءة المصابيح فأنا كيف بزيد التيار الكهربائي باني ازيد فرق الجهد الكلي فرق الجهد اللي هون الناتج عن البطارية طب أنا عندي بطاريتين الحل أنه أزيد عدد البطاريات لزيادة الجهد وبالتالي بتزيد إضاءة المصابيح طب هلأ أسئلة الوحدة صفحة 86 السؤال الأول ضع دائرة بيحكي لي إذا كان الشخص في الشكل 633 يمثل الجهد هذا الشخص هو الجهد والصندوق يمثل التيار السطح المائل ماذا يمثل طبعا هون السطح المائل الشخص هون بيمثل عندنا الجهد والصندوق هون بيمثل التيار فبالتالي أكيد السطح المائل رح يمثل المقاومة للجهد اللي بيبذلوا الشخص فالجواب رح يكون با المقاومة سؤال الثاني بيحكي لي في الشكل 634 يمثل تا تيارا كهربائيا تا هاي هي عبارة عن تيار كهربائي تفرع إلى تا واحد وتا تنين بمعنى آخر هدول المقاومتين على التوازي بيحكي لي أي العبارات الآتية صحيحة هلا بالنسبة للعبارة الصحيحة قبل ما نقرر من العبارة الصحيحة العبارة ألف بيحكي لي تا واحد أقل من تا تنين وتا واحد أقل من تا هلا عشان نكون متفقين تا واحد وتا تنين أقل من التيار تا لأنه منعرف أنه تا تفرع إلى تا واحد وتا تنين بمعنى آخر تا واحد زائد تا تنين هي عبارة عن تا الكلية طيب فأول إشي رح نتفق أنه تا واحد أقل من تا وقت تا تنين أقل من تا أيضا طيب هلا بالنسبة لنقارن تا واحد بتا تنين أكيد تا واحد رح تكون أقل من تا تنين لأنه المقاومة عشرة أوم أكبر من المقاومة تنين أوم كل ما زادت المقاومة رح يكون التيار أقل فتا واحد أصغر من تا تنين فتا واحد أصغر من تا تنين وتا واحد أقل من تا وتا تنين أقل من تا نشوف أي من العبارات صحة تا واحد أقل من تا تنين هاي العبارة صحيحة 100% احنا حكينا العشرة أوم أكبر من الاتنين أوم إذن تا واحد أقل من تا تنين هاي العبارة صح وأيضا تا واحد أقل من تا فهاي العبارة ألف صحيحة 100% طبعاً عبارات الباقية خاطئة بننشيك عليها تا واحد أكبر من تا تنين هذا الحكي خطأ ما بكمل تا واحد حكينا أقل من تا تنين طيب تا تساوي تا واحد أكيد غلط تا لا تساوي تا واحد تا تساوي تا واحد زائد تا تنين فالجواب رح يكون عندي ألف تا واحد أصغر من تا تنين وتا واحد أقل من تا الكلية طيب سؤال ثلاثة بيحكي لي أي الدارات الكهربائية الآتي يمكنك استخدامها لقياس التيار الكهربائي وفرق الجهد عبر المقاومة 3 أوم طيب هاي المقاومة 3 أوم بدي أقيس التيار الكهربائي بالأميتر وفرق الجهد بالفولت ميتر طبعاً عشان أقدر أقيس التيار الكهربائي بالأميتر والجهد بالفولت ميتر هاي المقاومة لازم أوصلت الأميتر فيها على التوالي وأوصل الفولت ميتر على التوازي فبشيك هون على الحالات اللي عندي فبلاقي إنه الحالة ألف الأميتر موصول على التوالي والفولت ميتر موصول على التوازي الحالة بقى الفولت ميتر موصول على التوالي فهاي الحالة خطأ الحالة جيم برضو الفولت ميتر موصول على التوالي فهاي الحالة خطأ الحالة ألف هي الحالة الصحيحة الأميتر موصول على التوالي والفولت ميتر موصول على التوالي طيب سؤال اثنين بيحكيلي في الشكل احسب قيمة مقاومة الموصل هاي عنا الشكل معطينا على الصادات الشحن الكهربائية ومعطينا على السينات معطينا الزمن طيب حتى احسب المقاومة رح اضطر اني اخذ نقطتين حتى اقدر اني احسب المقاومة اللي هي التغير في الصادات اللي هي الشحن الكهربائية على التغير في السينات اللي هو التغير في الزمن رح اخذ نقطتين هون رح اخذ النقطة الف والنقطة با النقطة الف احداثياتها رح تكون السينات خمسة والصادات اتناش ونص النقطة با رح تكون احداثياتها السينات واحد والصادات اتنين ونص فرح احكي المقاومة التغير في صاد على التغير في السين اي التغير في الشحن والتغير في الزمن ف12 ناقص 2 ونص على 5 ناقص 1 فبتطلع معي 10 ناقص 4 10 على 4 وتساوي 2 ونص اوم فزي ما حكينا 10 على 4 وتساوي 2 ونص اوم طيب هلأ السؤال اللي بعده سؤال رقم 3 بيحكيلي إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفي موصل يساوي 10 فولت معطيني فرق الجهد جيم وشدة تيار المار فيه يساوي 5% أمبير معطيني تا شدة التيار احسب المقاومة رح أحكي على قانون أوم ميم تساوي جيم على تا فبالتالي جيم 10 على 5% وتطلع معي 200 أوم سؤال رقم 4 بيحكيلي في الشكل احسب المقاومة المكافئة بين رقم 2 ونص اوم الشكل اللي لدينا هون اللي هو 636 صحambl 30 بدiddenي احسب المقاومة المكافئة بين نقطتين 40 وص tiny هلأ اول اشي بدي اطلع هون المقاومة المكافئة له NIK black على التوالي بعدين رح يص employ عندي ثلاث مقاومات المقاومة المكافئة الي هون anders autorart المقاومتين الي هون وسيصيروا ثلاث مقاومات موصلين على التوازي حتى احسبりهم او احسب لهم المقاومة المكافئة So every policy indicator زائد 12 هي عبارة عن 24 ثم 1 على المقاومة المكافئة هو عبارة عن 1 على 12 زائد 1 على 12 زائد 1 على 24 اللي طلعت معي من هون فرح تطلع معي 5 على 24 اوم هلأ نشوف السؤال اللي بعده بحكيلي في أي الدارات الكهربائية المبينة في الشكل تكون قيمة المقاومة فيها أقل ما يمكن معطيني هون أربع أشكال ألف با جيم ودال بيسألني في أي الدارات المبينة تكون قيمة المقاومة أقل ما يمكن هاي المقاومة بديها أقل ما يمكن طبعا هون رح أشوف إنه الجهد عندنا 3 فولت وهون عندنا التيار 1 أمبير فرح أحسب المقاومة المقاومة عبارة عن الجهد 3 على التيار 1 رح تطلع معي 3 اوم هون بنفس الطريقة رح أحسب المقاومة الجهد عندي 6 على 1 رح تطلع معي 6 اوم وهون رح أحسب المقاومة اللي هي 3 على 2 رح تطلع معي 1 ونص وهون عندي 6 على 3 رح تطلع معي 2 اوم فالمقاومة رح تكون أقل إشي في الشكل وهيك منكون أنهينا جميع أسئلة الفصل والوحدة والأسئلة الدروس المتعلقة بموضوع توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي فبتمنى أن تكونوا فهمتوا طريقة توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي وأي أسئلة طبعاً بتمنى أنكم تطلعها حتى نستفيد ونفيد الجميع ترجمة نانسي قنقر